مساء الخير نعمل معكم النهاردة صنوة سمك بالبطاطس طريقة تحفة خطيرة بجد طعمها جميل جدا غير الطرق التقليدية اللي احنا متعودين عليها ان احنا بنشوي او بنقلي في الزيت وكلام ده الطريقة دي بقى البطاطس بتبقى شربة من طعم السمك بيبقى طعمها خطير جدا زي ما انتم شايفين انا جبتي سمك في ليه مقطعه بنفس الشكل هنزل عليه بمعلقة كبيرة توم مفروم ومعلقة صغيرة ملح وهتنزلي كمان بنفس معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كامون وهنحط كمان معلقة صغيرة بابريكا وعليهم معلقة صغيرة من بهرات السمك بهرات السمك دي اساسية في الوصفة دي لان بتدي طعم جميل جدا هتقطعه بقى طماطم هتحدده طبعا الكمية على حسب كمية السمك اللي انتم عاملينها هخط عليهم كمان فلفل الوان وزاتون كل ده على تدبلة السمك وكمان الليمونتين هنعصرهم وناخد العصير بتعلمون نحطه بقى وشوية زيت خطيرة يا جماعة التدبلة دي خطيرة واللي هيحلي اكتر بقى شوية من السياس زي ما انتم شايفين تدبلة بجد طحفة هنسيبها السمك بقى في التدبلة دي قمة نصف ساعة او ساعة هينزل كمان سوس جميل جدا على ما استمك بقى نسيبه في التدبلة كده الساعة زي ما قلتلكو نقشر بطاطس الكمية برضو اللي انتم هتحددوها اهم حاجة في الوصفة دي بقى لما نجي نقشر بطاطس في الوصفة دي لان احنا مش بنحطين مية كتير فممكن تطلع مش مستوية معاكو كويس فاهم حاجة تقطع البطاطس ولا تخينة خالص تطلع مش مستوية ولا رفيعة تنشف منكو تطلع يعني يدوب تقطعوها وسط يعني سمكها يبقى وسط زي ما انتم شايفين هننزل عليها بعد التدبلة ما تقعد ساعة هتكون نزلت سوس جميل جدا هتنزلوا بيها على البطاطس كده زي ما انتم شايفين لو شايفين انتم السوس قليل مش هيكفي البطاطس ويغطيها كويس ممكن تحطوا كباية من عصير الطماطم علشان البطاطس تطلع معاكو مستوية هتحط كباية من عصير الطماطم مع السوس ده بقى هيبقى طعوها خطير جدا انا السوس ده كان معايا كتير جدا كان منزل السوس كتير بصراحة فما حتكتش ان انا حط عصير طماطم بس عصير الطماطم هيحليها اكتر زي ما انتم شايفين انا كده خلصت رصيت طبعا التدبلة كلها بالفلفل الوان والزاتون والسمك والطماطم كله على البطاطس بالسوس اللي نزل وحطت بقى عليه شرايح لمون الوصفة كده خلصت سهلة جدا هتدخلوها بقى الفرد اول ما هتستوي معاكو هتطلع زي ما انتم شايفين بالشكل ده جميلة جدا زي المشوية كتطعمها تحفى بجد هتتاكل بقى مع شوية طحينة كده حلوين زي ما انتم شايفين كده انا هتطلع لكم حتة ورها لكم وهوريكم زي البطاطس مستوية معايا بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها ان انتم هتكتروا السوس اللي هتحطوه او تحط عصير طماطم زي ما قلتلكها علشان تطلع البطاطس طرية زي ما انتم شايفين كده بصوا طرية جدا ومهرية تحفى بجد يا جماعة خطيرة الطريقة دي جربوها واللي عجابة الوصفة يشترك في القناة ويفعل الجرس اشتركوا في القناة بشكل صحت